بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكل زلزال التاسع من سبتمبر أيلول الجاري بالمغرب مفاجأة حقيقية ستعيد لمحال خلط الأوراق وستغير الكثير من النظريات المتبعة عند علماء الزلازل والجيولوجيا فما السبب وراء ذلك؟ بمعرفة التفاصيل كونوا معنا حتى النهاية تشير مسلمات الجيولوجيا إلى أن الزلازل تحدث في المناطق الواقعة عند الحدود الفاصلة بين الصفائح التكتونية فاليابان وإندونيسيا وتركيا وإيطاليا واليونان هي مناطق نشطة زلزاليا وفي شمال إفريقيا تقع المغرب مثل الجزائر وتونس أقصى شمال الصفيحة التكتونية الإفريقية التي تتقابل مع الصفيحة الأوراسية التي تضم أوروبا وآسيا معا باستثناء شبه القارة الهندية وشبه الجزيرة العربية وتمر منطقة الاتصال بين الصفيحتين الأوراسية والإفريقية بشمال المغرب والجزائر لذلك من الطبيعي جدا حدوث الزلازل في المدن التي تقع عند الحد الفاصل بين الصفيحتين التكتونيتين وتقع منطقة المغرب العربي في منطقة زلزالية متوسطة ووفقا للسجل الجيولوجي فإن الجزائر الأكثر نشاطا في حين تونس هي الأقل ويأتي المغرب في وضع متوسط ذلك أنه يتحرك مع كتلة جبال الأطلس وشهدت المنطقة عدة زلازل ففي عام 1960 هز زلزال مدينة أغادير المغربية وأودى بحياة أكثر من 12 ألف شخص ولم يكن الزلزال قويا لكن مركزه كان أسفل مدينة أغادير مباشرة وفي عام 1980 تسبب زلزال في ولاية الشلف الأصنام سابقا شمال الجزائر في مقتل أكثر من 5000 شخص بقوة 7.3 درجات ويعده الأقوى في غرب البحر الأبيض المتوسط حتى الآن وفي شمال الجزائر أيضا ضرب زلزال عام 2003 منطقة بومورداس وبالغت قوته 6.8 درجات وأوقع 2266 قتيلا لكن خصوصية زلزال التاسع من سبتمبر أيلول والمفاجئ فيه أنه حدث داخل الصفيحة التكتونية وليس عند أحد أطراف الصفيحة أو حدودها مع صفيحة أخرى وحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فإن مركز الزلزال كان قرب بلدة إيغيل في ولاية الحوز على بعد 71 كيلومترا جنوب غربي مراكش وعلى بعد 18.5 كيلومترا فإقليم الحوز الذي كان الأكثر تضررا يبعد عن حد التصادم بين الصفيحة الإفريقية والأوراسية بنحو 500 كيلومتر وبالتالي كان العلماء يستبعدون حدوث زلزال بهذه القوة في هذه المنطقة ويقول العلماء أنه كان من المستحيل التنبؤ بمثل زلزال إقليم الحوز فالحركة في المناطق البعيدة عن حدود الصفايح بطيئة للغاية وغير قادرة على توليد زلزال بمثل هذه القوة فهل سيغير زلزال المغرب الكثير من النظريات المتبعة عند علماء الزلازل والجيولوجيا يذكر أن زلزال المغرب خلف 1222 قتيلا حتى الآن حسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية المغربية مساء الأحد في الختام متابعين الأعزاء أرجو أن تتركوا أراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة